موسيقى عين الضمائر البارزة فيما يلي ثم أعربها ونقصد بالضمائر البارزة الضمائر المنفصلة والمتصلة وهي في مقابل الضمائر المستترة وقبل أن نبدأ الأسئلة التطبيقية إليك بعض الملاحظات المهمة في إعراب الضمائر أي ضمير يتصل باسم يعرب مضافا إليه مهما كان هذا الضمير اتنين أي ضمير يتصل بحرف يعرب بحسب عمل هذا الحرف وأقصد هنا حروف الجر والحروف الناسخة فأي ضمير يتصل بحرف جر فهو في محل جر فيه منه إليه عليه والحروف الناسخة إنك لعلك ليتك ليتنا إننا وهكذا ثلاثة هاء الغيبة كاف الخطاب ياء المتكلم تعرب مفعولا به عند اتصالها بفعل أما الضمير نا فإعرابه على التفصيل التالي إذا اتصل بفعل مضارع فهو مفعول به دائما يعلمنا الأساتذة متصل بفعل أمر أيضا مفعول به إهدنا مفعول به في محل نصب متصل بفعل ماضي يحتمل مفعول به أو فاعل فعندما تقول خلقنا الله فاناهنا في محل نصب مفعول به وعندما تقول شكرنا الله فاناهنا فاعل لأننا نحن الذين شكرنا أما واو الجماعة وألف الإثنين وياء المخاطبة ونون النسوة وتاء الفاعل وناء الفاعلين فهي ضماء الرفع وتتصل بالأفعال فقط لا تتصل بالأسماء ولا بالحروف وبالتالي هي في محل رفع دائما فاعل أو نائب فاعل أو اسما لفعل ناسخ فإذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم فيفاعل ذهبوا مبني للمجهول نائب فاعل يحترمون اسما لفعل ناسخ فهي اسم في محل رفع كانوا أو يكونون مع ملاحظة أننا قلنا أنها تأتي في محل نصب هناك تسمى ناء المفعولين أما في حالة الرفع فناء الفاعلين وهنا للتغليب لأنه ممكن تبقى في نائب فاعل لو قلت مثلا علمنا هنا أن نائب فاعل في محل رفع كنا أن هنا اسم كان أيضا في محل رفع لكن نسميها ناء الفاعلين من باب التغليب لكن هي في النهاية ضمير رفع أما الضمائر المنفصلة أنا ونحن وهو وهي وهما وهم وهن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن فتعرب مبتدأ غالبا أما الضمير إياك إيايا إياه فهو الضمير المنفصل الوحيد الذي يأتي في محل نصب مفعول به أو معطوفا على منصوب الأسئلة التطبيقية أنتم طلاب تحرصون على العلم أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أما واو الجماعة في تحرصون قلنا أن واو الجماعة في محل رفع دائما هي ضمير رفع إذا واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أيتها المؤمنة احرصي على العفة فأنت أهل لها أهل بمعنى جديرة الهاء في أيتها ليست ضمير فاحذر أيته منادى مبني على الضم والهاء حرف تنبيه لا محل له من الإعراب إذن هنا الهاء ليست ضمير احرصي يا المخاطبة أيضا من ضمائر الرفع فهي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ مبني على الفتح أما الهاء في لها فاتصلت بحر فجر إذن ضمير متصل مبني في محل جر باللام رأينا مشهدا حيرنا فحدثنا أستاذنا بما رأيناه فأخبرنا بتفسيره رأينا أن هنا فاعل لأنه نحن الذين رأينا إذن ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل حيرنا أن هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به لأن المشهد هو الذي حير فحدثنا هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل لأننا نحن الذين حدثنا الأستاذ أستاذنا هنا ضمير متصل بإسم إذن ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه رأيناه أن نافي رأيناه في محل رفع فاعل أما الهاء هاء الغيبة متصلة بفعل فهي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به فأخبرنا أن هنا في محل نصب مفعول به بتفسيره الهاء متصل بإسم إذن ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ملحوظة مهمة الفعل الماضي عندما يتصل بنا الفاعلين يبنى على السكون رأينا فعل ماضي مبني على السكون وحدثنا فعل ماضي مبني على السكون ورأيناه مبني على السكون أما عندما يتصل بنا المفعولين فيظل على أصل إعرابه والأصل في إعراب الفعل الماضي أنه مبني على الفتح إذن حيرنا وأخبرنا فعل ماضي مبني على الفتح إننا أصحاب حضارة الضمير هنا نا متصل بإنه وإن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر إذن نا هنا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إنه شاهدت المعلمة وهو يشرح الدرسه التاء المتحركة سواء بالضم للمتكلم شاهدت أنا أو بالفتح للمخاطب شاهدت أنت أو بالكسر للمخاطبة المؤنثة شاهدتي في جميع الأحوال هي ضمير رافع فاعل أو نائب فاعل أو اسما لفعل ناسخ بحسب الفعل الذي اتصلت به هنا شاهدت متصل بفعل مبني للمعلوم إذن ضمير متصل مبني في محل رافع فاعل هو ضمير منفصل مبني في محل رافع مبتدأ لقد احترمتك لصدقك وأمانتك لقد احترمته لصدقه وأمانته لقد احترمني لصدقي وأمانتي التاء طبعا في احترمت هنا تاء الفاعل إذن هي ضمير متصل مبني في محل رافع فاعل لكن لاحظ كاف الخطاب وهاء الغيبة وياء المتكلم عند اتصالها بفعل تعرب في محل نصب مفعول به نفس الضمائر الثلاثة عند اتصالها باسم في محل جر مضاف إليه إذن الكاف في صدقك وأمانتك والهاء في صدقه وأمانته والياء في صدق وأمانتي في محل جر مضاف إليه إذن أي ضمير يتصل باسم هو في محل جر مضاف إليه أما كاف الخطاب وهاء الغيبة وياء المتكلم عند اتصالها بفعل تعرب مفعول به يضاف إليها ناء المفعولين والتي تفهم من المعنى إذا جاءت مع الفعل الماضي أما إذا جاءت مع الفعل المضارع أو الأمر فهي ناء المفعولين في محل نصب مفعول به إياك نعبد وإياك نستعين إياك هنا الضمير في الأصل هو إيا أما الكاف حرف خطاب وأقول حرف وليس الضمير لكن نحن نتعامل معها ككلمة واحدة إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم للفعل نعبد وبالمناسبة هنا المفعول به مقدم وجوبا لا يصح أن أقول أحترم إياك وإنما أقول إياك أحترم إذن تقديم إياك واجب وتأتي في اسلوب تحذير وفي هذه الحالة يكون الفعل محذوف أصلا وجوبا إياك الكذبة فتكون مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر إذن إياك هنا ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به إياك أعني واسمعي يا جارة مثل معناه أقصدك إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا على الفعل أعني أما الياء في أعني فهي حرف أصلي لام الكلمة بمعنى أقصد لأن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنا مستتر وجوبا واسمعي هنا يا المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إياك هنا مفعول به أول لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر وهو فعل مضارع والكذبة مفعول به ثاني لنفس الفعل المستتر وجوبا أنا وأنت صديقان قلنا أن الضمائر المنفصلة تعرف غالبا مبتدأ لكن لا أستطيع أن أعرف أنت هنا مبتدأ أنا هنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع معطوف على أنا وإذا قلت ما فاز إلا أنت فأنت هنا ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل أقدرك تقديرا لا أقدره أحدا غيرك الكاف في أقدرك كاف الخطاب متصل بفعل إذن هي ضمير متصل مبني في محل نص بمفعول به والكاف في غيرك ضمير متصل بإسم إذن في محل جر مضاف إليه انتبه معي جيدا في ألهاء في أقدره قلنا أن هاء الغيبة عند اتصالها بفعل تعرب مفعول به إلا في هذه الحالة فانتبه جيدا الهاء هنا ضمير متصل مبني في محل نصب نائب عن المفعول المطلق متى تعرب هاء الغيبة نائب عن المفعول المطلق عندما تعود على مفعول المطلق الهاء هنا في أقدره تعود على تقديرا وتقديرا مفعول مطلق إذن الهاء هنا نائب عن المفعول المطلق وذلك من قبيل قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فالهاء في أعذبه عائد على عذابا لذلك تعرب نائب عن المفعول المطلق ترجمة نانسي قنقر